موسيقى وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام التفت جيدا أيها الإنسان أيها العاقل أيها المنصف أيها العربي أيها العروبي أيها الغيور ابن الأثير يقول في سنة 614 هجري يقول وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام فخرب البيت المقدس لاحظ ليس فقط سور البيت المقدس وإنما خرب البيت المقدس يخربون المساجد والمقدسات بأيديهم هؤلاء سلاطين الدولة المقدسة والدولة القدسية الداعشية التي يسميها الدواعش وأئمة المارقة والتيمية يسمون هذه بالدولة القدسية والمقدسة يخربون البيت المقدس فتصوروا لو أن أحد المنتمين لعنوان الشيعاء من فاطمية أو إسماعيلية أو زيدية أو نصيرية أو إمامية أو أي عنوان آخر أزال حجرا واحدا من البيت المقدس فبماذا سيشنع عليه التيمية ومنهجهم الظالم التدليسي وليتهم يتوقفون عنده بل يعممون التشنيع والتكفير على كل من يدخل تحت العنوان العام للشيعاء وعلى كل من يدخله التيمية أنفسهم قهرا تحت عنوان الشيعاء فيكفر الجميع وتباع دماء الجميع وتنتهك أعراضهم وتسلب وتنهب ممتلكاتهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم ورجالهم وهذا مر علينا خلال بعض موارد البحث بما فعلوا بالشيعة بكل أصنافهم وكيف يتعامل العلماء والفقهاء والمؤرخون والمحدثون مع الحدث ومر علينا كيف يتعامل العلماء والفقهاء والمؤرخون والمحدثون مع الحدث جميعا جميعا ويعتبرونه مغنما وفخرا وكرامة لفاعله ونصرة للإسلام ومذهبه وعندكم وليس ببعيد عندكم جريمة القرامة في البيت الحرام وأخذهم الحجر المبارك فكيف أن الدواعش دواعش الفكر والقلب مارقة الأخلاق كفروا جميع الشيعة ولا زالوا يكفرونهم ويقتلونهم بدم بارد بالرغم من أنه لا يوجد شيعي رضي ويرضى بجريمة القرامة ولا يعتقد بصحة مذهبهم بل يحكمون بانحرافهم وخروجهم عن الدين والإسلام وطبعا إن وجد من هو على شاكلتهم فهو منحرف وخارج عن الدين ومشمول بحكمهم مع الأخذ التفت هنا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن منبع هؤلاء القرامة التكفيريين المجرمين هو نفس منبع الدواعش المارقة التكفيريين فالمنبع والأصل الواحد هو مشرق المدينة المنورة من نجد المعروف حاليا وتاريخيا فكلاهما من نجد منبع الفتن وقرن الشيطان ورأس الكفر وهذه نبوءة نبوية وتحذير الوحي الإلهي منها فمهما خرجت حركة منها سواء ادعت الانتماء للشيعة أو للسنة فاحذروا منها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحذيره منها لأنها نجد رأس الكفر وقرن الشيطان ومنبع الفتن ومضلات الفتن فالحذر الحذر الحذر لاحظ هذا التبرير الفاشل التبرير الفاسد التبرير الطائفي التبرير العنصري التبرير غير المهني قلنا لو هدمه احد الخصوم احد المخالفين احد الاعداء احد الشيعة احد الرافضة احد المخالفين لمذهب الكاتب والمؤرخ والعالم لو هدمه بعض حجارة المسجد او سور المسجد ماذا سيقال عنه وبماذا سيوصف وكيف سيخرج عن الدين وعن الاسلام وعن الملة اشتركوا في القناة